السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بهذا الفيديو بدي أحكيكم على طريقتين للاستثمار بالعملات الرقمية الطريقة الأولى اللي هي طريقة DCA أو Dollar Cost Average والطريقة الثانية اللي هي طريقة الـ Grid أو المستويات بإذن الله رح أحكيكم على عيوب ومزايا كل واحدة من هذه الطرق ورح علمكم كيف فيكم تحولوهم لبوت تداول بحيث أنه يتداول بالنيابة عنكم تماماً وبكل بساطة وبضع كبسات مباشرة تقدروا مجرد تخلصوا هذا الفيديو أنكم تطبقوه ورح علمكم كيف فيكم تعملوا إعادة اختبار لكل طريقة من هذه الطرق بحيث أنه يكون عندكم تصور عن الأرباح اللي ممكن أنكم تحصلوها بهي الطريقة أو بهي الطريقة فتابعوا معي الفيديو لحد النهاية لحتى بإذن الله تستفيدوا أقصى استفادة وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واللي لسه ما لو مشتركوا بالقناة ينزل يعمل الاشتراك وهلا خليونا نبليش بالفيديو مع بعض خليني أول شغلة أحكي لكم على الجريد أو نظام التداول الشبكي أو المستويات كل بساطة شو الفكرة من هذه الطريقة بفرض أنه أنت معك ألف دولار وبدك تستثمرها بالبيتكوين وإنت ناوي أنك تخزن البيتكوين لسنة سنتين لحد ما يصير سعره أي رقم أنت حابب أنك تبيع عنده لكن مثل ما لكم شايفين السوق بيظل بيطلع وبينزل وإمتى ممكن أنه يوصل الهدف تبعك الله أعلم فنحن بشو بنعمل بكل بساطة يعني مثلا لاحظوا معي بتاريخ 1-7-2022 حوالي ثلاثة شهور تقريبا كان سعر البيتكوين بحوالي 19200 مثل ما هو سعره اليوم اليوم نحن 17-10-2022 سعره كمان حوالي 19300 دولار الفكرة أنت لو أنك مشتري بألف دولار من حوالي ثلاثة شهور أنت الألف دولار تبعاتك بعد ما طلع البيتكوين ونزل طلع ونزل اليوم قيمتهم واحدة بفرض أنك لا بعت ولا شتريت ولا عملت أي شي فنحن شو بنعمل لما بنعمل طريقة التداول الشبكي كل بساطة نحن بنحدد قاع نحن راضين أنه نضل نشتري من عنده يعني مثلا أنا هلأ هون أنا محدد بالبيتكوين أنا راضي أشتري بيتكوين لحد الـ 18000 وبدي يضل بيع لحد مستويات الـ 25500 تمام؟ بفرض أنه وصل البيتكوين للـ 25500 أنا ما عندي مشكلة أنه بيع الألف دولار اللي معي فشو الفكرة؟ شو بيعمل لهذا البوت أو هاي الطريقة؟ بيقسملي الألف دولار تبعي لمستويات أنا بحددها يعني أنا مثلا هون محدد عشر مستويات بحيث أنه كل مستوى 100 دولار بحيث أنه كل ما نزل السعر لمستوى من هدول المستويات بيشتري لي بـ 100 دولار وكل ما طلع على المستوى اللي أعلم منه بيع لي بـ 100 دولار هاي بكل بساطة وكل ما نزل السعر وطلع أسوأ العملات الرقمية نحن بنعرف يعني شايفين التذبذب بعينكم يعني شوفوا البيتكوين صر له أكثر من 100 يوم عم يتم تداوله بين هاي المستويات فبكل بساطة كل ما نزل البيتكوين لهاي المستويات بيشتري لي بـ 100 وكل ما طلع ببيع بـ 100 هيك لحد ما يوصل لمستوى 25500 اللي أنا محدده في حال وصل لهذا المستوى بتم بيع كل البيتكوين اللي معي وأنا بكون أخد نسبة أرباح معينة طيب أنا رح أعمل إعادة اختبار على خلال هاي الفترة الزمنية على البيتكوين لشوف أنا لو أني أنا الألف دولار اللي أنا عم مستثمرها بالبيتكوين لو أني عملتها بطريقة التداول للشبكة قديش كانت ممكن تطلع لي أرباح خلونا نشوف مع بعض إعادة الاختبار أنا عاملها من خلال بوت بيتسجاب بوت بيتسجاب أنا شارح عنه بقناتي فيه فيديو مفصل رح حط لكم الرابط الخاص فيه بالوصف من خلال هذا الموقع فينا أنه نعمل إعادة اختبار لبوت التداول الشبكي بكل تفصيل يعني أنتو مثل ما يكون شايفين هون أنا محدد بين 1 7 و 17 10 وطبعا عمولة المنصة حاطتها 0.1% وبيعطيني كل عمليات التداول اللي تمت خلال هاي الفترة هون تحت مثل ما لكم شايفين بالأرباح بكل شي فأنا خلال حوالي 100 يوم أنا ربحان 14 و 0.5% من إجمالي رأس مالي يعني عموما يعني حوالي 5% بشكل شهري بس مجرد أني أنا محتفظ بالبيتكوين يعني أنا بدل ما كان معي 1000 دولار بواحد سبعة وهنن اليوم 1000 دولار فأنا اليوم أعتبر معي 1150 دولار فهي بكل بساطة طبعا أنتو ممكن تقولولي هاي النسبة المئوية كتير قليلة لكن طبعا هي بتفرق على المبالغ اللي أنت بتستثمرها يعني كل ما علي المبلغ تبعك طبعا رح تكون العوائد أفضل وطبعا تعتبر هاي الطريقة طريقة آمنة لأنه أنت بأول شغلة بتستثمر بالعملة اللي أنت بدك إياها يلي أنت هيك هيك أنت هي العملة مخزنها فأنت هيك هيك ما لك خسران شي لما تخلي العملة تشتغل كرمالك لما تنزل وتطلع أنت محدد رينج واسع للاستثمار فبكل بساطة الموضوع طول ما العملة عم تطلع وتنزل فأمورك تمام لكن العيب بهذا البوت أو بهذه الطريقة أنه لما يطلع السعر خارج المستويات اللي أنت محددها يعني بفرض أنه نزل عن المستوى الأدنى اللي أنت محدده فهون البوت رح يوقف تماما لكن أنت رح تكون اشتريت عدد عملات بسعر معقول يعني كل ما نزل السعر رح تكون أنت شاري بعملات أكثر بحيث أنه خلاص يعني ممكن مع الوقت أنت هيك هيك كنت مستثمر العملة أنت خزنت عدد أكبر فالأمور تمام فهذا هو العيب الوحيد بطريقة الجريد لكن هي كطريقة استثمار هي طريقة آمنة ومن أكثر الطرق نجاحا وأرباحها يعني نوعا ما مستدامة طالما أنه نحن دائما ضمن المستويات اللي نحن محددينها فمثل ما يكون شايفين نحن من خلال موقع بيتسقاب منقدر نعمل إعادة اختبار لأي عملة نحن بدناها بأي تاريخ نحن بدناها بكل بساطة إذا بتكونوا تشوفوا الطريقة بالضبط أنا ما رح هطول بهذا الفيديو لكن إذا بتكون تشوفوا الطريقة روحوا شوفوا فيديو شرح بوت بيتسقاب رح تفهموا كل هاي التفاصيل طبعا بوت بيتسقاب هو بوت مدفوع لهذا السبب أنا جبت لكم خيار تاني ومجاني تماما من خلال بوت منصة بايبت خليني أحكي لكم على بوت الجريد الخاص بمنصة بايبت طبعا منصة بايبت هي الرائع الرسمي لفيديو اليوم بعد ما تسجلوا حساب بمنصة بايبت رح تلاقوا هون قائمة تريد في عنا هون تريدينج بوت مثل ما لكم شايفين في عنا نوعين من البوتات في عنا السبوت جريد وفيه الدي سي اي بوت نحنا بدنا السبوت جريد بوت تمام مباشرة نعمل كريات ناو هون وبيطلع معنا الخيارات بهذا الشكل نختار عملة مثل أنا هلأ اخترت البيتكوين خليني يطبق الإعدادات نفسي اللي حكينا عنها اقل سعر 18000 اعلى سعر 25500 عدد المستويات 10 وبحدد مبلغ الاستثماري اللي بدي اياه بفرض انا بدي استثمر 1000 وهون بحط بالخيارات الاضافية هون في عنا او الخيارات المتقدمة هون فين يحدد سعر الدخول يعني انت حاليا مثلا انت ما بدك البوت يبدأ عند سعر الحالي ففيك تحدد سعر معين يبدأ عنده البوت يبدأ عمليات الشراء وفيك كمان تحدد stop loss price شلون يعني stop loss او وقف خسارة يعني بفرض انه السعر الخاص بالعملة اللي انت مستثمر فيها نزل تحت حد معين فهون انت بتعطي امر للبوت انه يبيع كل العملات خلاص انت هون يبعلك كل شي بخسارة انت مقتنع فيها ورضيان فيها فبكل بساطة انت بتحدد هون السعر اللي انت بدك يوقف عنده ويعمل عملية بيع لكل العملات وفيك تحط سعر take profit هون او اخذ الربح فيك هون تحدد سعر معين مثلا اذا وصل سعر العملة مثلا لحد معين خلاص باعلي كل العملات وخد الربح عند هذا السعر وخلاص الموضوع انتهى في حال السعر طلع فوق المستوى الاعلى يلي انت محدده وبكل بساطة بتحط create now والبوت بيشتغل وبيضل بيعمل عمليات البيع والشراء بدون اي تدخل منك وفيك تتابع البوت وكل تفاصيله من خلال المنصة بكل سهولة الطريقة التانية للاستثمار بالعملات الرقمية اللي هي تعتبر كمان من الطرق الامنة جدا هي طريقة دي سي اي او الدولار كوست افريج يعني لاحظوا معي خليني اعطيكم مثال مباشرة لحتى نفهم الموضوع بشكل صحيح يعني عنا كان بعشرة اربعة السنة بسنة 2021 كان سعر البيتكوين قرب لحاجز الستين الف دولار مثل ما يكم شايفين بهاي المناطق في ناس سمعت عن البيتكوين بهذاك الوقت واشترت من هاي المناطق لكن بعد فترة قصيرة لاحظوا شو صار على مدار مئة يوم نزل سعر البيتكوين لحوالي لثلاثين الف نزل يعني خمسين بالمية يعني اللي اشترى بألف دولار صاروا خمسمائة دولار طيب شو نحنا فينا نعمل لحتى انه نحنا نقلل هاي الخسارة يلي صارت بحيث انه ما نكون اشترينا بالألف دولار اللي معنا مباشرة انما نقلل موضوع الخسارة هذا اللي صار لأقصى حد ممكن في عنا عدة خيارات اول خيار منهم انه نحنا نشتري البيتكوين بشكل مثلا يومي يعني انا معي الف دولار حدد كل يوم عشرة دولار اشتري فيها بيتكوين يعني انا اشتريت مرة هون رجع السعر نزل اشتريت بعشرة رجع اشتريت بعشرة رجع اشتريت بعشرة فانا صار متوسط سعر شرائي على مدار هاي الايام متوسط السعر صار اقل خليني ارجيكم من خلال هذا الموقع احنا فينا انحدد التواريخ اللي احنا حابين انه نعمل فيها دي سي اي او دولار كوست افريج لأي عملة رقمية وهو بيعطينا سعر العملة مثل ما اكم شايفين هذا السعر هذا الرسم البياني اللي باللون الاصفر هذا سعر العملة والخط الاخضر هاد هذا متوسط سعر الشراء الخاص فينا فانا حددت بين تاريخ عشرة اربعة وعشرين سبعة الفين واحد وعشرين يعني خلال هالمئة يوم اللي نزل فيهم البيتكوين لخمسين بالمية حددت انه اناش بدي اشتري بيتكوين كل يوم بعشرة دولار انا بفرض ان اشتريت باول يوم كان سعر البيتكوين ستين الف لو اني انا شاري بالالف دولار كلها شاري من هذا السعر فانا بعد مئة يوم اعتبر اخسرت خمسين بالمية من المبلغ اللي انا استثمرته لكن لو اني اشتريت كل يوم بعشرة شايفين انا كل ما نزل السعر انا عم بشتري اشتري 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 فمتوسط سعر شرائي بالاخير صار اربعين الف دولار يعني انا بدل ما اكون اعتبر اشتريت البيتكوين هون عند هذا المستوى عند حوالي مستويات الستين الف دولار انا بكل بساطة كاني اشتريت بالالف دولار يلي معي كاني اشتريت عند حوالي هاي المستويات شايفين يعني مثل ما يكون شايفين بعد مننا فترة رجع السوق انتعش وطلع السعر لأكثر من 60 ألف وصل لحدود 70 ألف دولار لو أني أنا شاري بالألف دولار اللي معي أول شغلي كنت استنيت فترة طويلة كتير لحد ما وصل لرأس المال الخاص فيني يعني أنا بفرض أنه أنا قررت أنه بدي أطلع من هذا السوق ومعد بدي أستثمر بالبيتكوين أنا بدي أخذ رأس مالي وأطلع فأنا كنت بدي أستنى كل هالفترة لحد ما بس أوصل لرأس المال الخاص فيني بينما بهذه الطريقة أنا وصلت لحدود الـ 40 ألف دولار يعتبر رأس مالي يعني مجرد أنه البيتكوين وصل لعند هذا المستوى فخلص أنا أخذت رأس المال الخاص فيني ولو بدي أخذ أرباح يعني أنا مثلا لو بدي أخذ أرباح من عند الـ 60 ألف مثلما هم شايفين أنا لو أني استنيت لحدود الـ 70 ألف بفرض أني أخذت أرباح عند هذا المستوى فكانت نسبة ربحي هتكون حوالي 7% لكن بهذه الطريقة أنا بفرض أني أخذت من هذا المستوى لعند نفس المستويات كان ربحي رح يكون بحدود 70% بكل بساطة هي هي طريقة DCA إذا أنتم حابينكم تطبقوها كمان من خلال بوت التداول بكل بساطة منروح على بايبت كمان على التريد منروح على تريدينج بوت منلاقي هون في عنا شي اسمه DCA بوت منحط create now بعدين منختار العملة اللي احنا بدنا نستثمر فيها بطريقة DCA أو منحدد عدة عملات مثلا أنا إذا بدي استثمر بالإيثر يوم بالبيتكوين بحدد قديش مبلغ استثماري اللي بدي استثمره بشكل يومي أو أسبوعي أو أين يكن بفرض أنا بدي استثمر بالبيتكوين والإيثريوم بشكل يومي كل يوم 10 دولار وأنا معي رصيد مثل ما لكم شايفين معي هون 1087 تقريبا بفرض أنا بدي استثمر لحد الأقصى 1000 دولار تمام أنا هون بحدد لهم بهذا الخيار لحد الأقصى اللي أنا بدي استثمره بحيث أنه يظل يشتري لي كل يوم 10 دولار لحد ما يخلص الألف دولار يعني ممكن ياخد حوالي 50 يوم كل يوم يشتري لي ب10 دولار من كل عملة من العملتين وبعد 50 يوم بيكون في عندي أنا متوسط سعر شراء بفرض أن السوق عم ينزل بيكون متوسط سعر شرائي بيظل أفضل من إني لو اشتري كل الكمية اليوم أو بفرض السوق ظل عم يطلع فأنا عموما بظل عم يعني محافظ أني عم بيشتري كل يوم بسعر معين فمتوسط سعر شرائي بيكون إن شاء الله أفضل فبهي الطريقة بطريقة الـ DCA بيفرض أن السوق عكس معك فأنت بتقلل خسائرك بشكل كبير بيفرض أن السوق ظل عم يطلع فأنت هيك هيك عم تربح لكن بكميات أقل فهي الطريقتين الأأمن والأفضل من وجهة نظري لإستثمار بالعملات الرقمية إذا حابينكم تطبقوهم إذا حابينكم تعملو لهم اختبار إذا حابينكم تبلشوا تشتغلوا فيهم بكل بساطة بكم كبسة زر فيكم تشتغلوا فيهم مثل ما حكينا ببداية الفيديو هذا كل شي بدي أحكي لكم بفيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو إذا عندكم أي سؤال اكتبوا ليها تحت في التعليقات ومثل ما حكيت لكم يلي ما له مشترك لسه بالقناة يتفضل اشترك بالقناة وطبعا يلي ما موجود معنا بقناة التليجرام كمان رابط قناة التليجرام موجود بوصف الفيديو وشكرا كتير لمتابعتكم وبشوفكم بالفيديوهات القادمة السلام عليكم ورحمة الله